إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستخره ونعوذ بالله من شبه أنفسنا وسيئات أعمالنا ليديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إذا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين من اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة واخرق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين من اتقوا الله وقلوا قولا سديدا يصلح لكم أما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن أوضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخواني الكرام فمازلنا مع تعملات قرآنية وصورة القصص وقول الله جل وعلا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدة فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفتروا وضل عنهم ما كانوا يفتروا وضل عنهم ما كانوا يفتروا طبعا مع الإمام الطبري في تفسيره مجرير يقول تعالى ذكره ويوم ينادي ربك ويوم ينادي ربك ويوم ينادي ربك يا محمد هؤلاء المشركين فيقول لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون أيها القوم في الدنيا أنهم شركائي كنتم تزعمون أنهم شركائي أين هم وقوله ونزعنا من كل أمة شهيدة يعني ونزعنا يقول الإمام رضي الله عنه يقول الإمام يقول الإمام رضي الله عنه وقوله تعالى وقيل ونزعنا وقوله تعالى ونزعنا من كل أمة ونزعنا من كل أمة شهيدا يعني وأحضرنا من كل وأحضرنا من كل جماعة شهيدا أو شهيدها يعني وهو نبيها الذي يشهد عليها بما أجابته أمته فيما أتاهم به عن الله من الرسالة عن الله من الرسالة وقيل ونزعنا من قوله ونزعنا من قوله وقيلة وقيلة ونزعنا من قوله وقيلة وقيلة نزع فلان وقيل من قيل نزع نزع فلان وقيل نزع نزع فلان وقيل من نزع من نزع فلان وضع من نزع يوم ناديهم يقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون وإمام الطبر يقول ونزعنا من قوله نزع فلان بحجة كذا بمعنى أحضرها بمعنى أحضرها وبمعنى أحضرها وظل إخواني بمعنى بمعنى أحضرها وقوله تعالى فعلموا أن الحق لله فعلموا أن الحق لله ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وظل إخواني فقلنا هاتوا برهانكم قال يعني حجتكم بما كنتم تعبدون يعني بما كنتم بما كنتم تعبدون وتقولون يعني بما كنتم تعبدون بين قول الله حتى عز وجل إخواني الكرام ويومي نديهم أنا شركاء الذين كنتم تزعمون الذين كنتم تعبدون في الدنيا وتقولون يعني ونزعنا من كل أمة شهيدة واضح من كل أمة نبي واضح شهيدها يعني فانزعنا من كل أمة شهيدة قال رسولا يعني فقلنا هاتوا برهانكم يقول فقلنا لأمة كل نبي منهم التي ردت نصيحته وكذبت بما جاءها به من عند ربهم إذ شهد نبيها عليها بإبلاغه إياها رسالة رسالة الله هاتوا برهانكم يعني يقول فقال لهم فقال لهم هاتوا حدتكم هاتوا حدتكم يعني على إشراككم بالله ما كنتم تشركون مع إعذار الله إليكم بالرسل وإقامته عليكم بالحجج وإقامته عليكم بالحجج قلنا قلنا هاتوا برهانكم فقلنا يعني فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله يعني واضح يعني فعلموا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم أي بيّنتكم يعني فقلنا هاتوا برهانكم يعني أي هاتوا بيّنتكم يعني أي هاتوا يعني بيّنتكم يعني واضح أي بيّنتكم يعني واضح ثم يقول سيدنا مجاهد رضي الله عنه فقلنا هاتوا برهانكم قال حدتكم إبقى الأول حدثنا طبعا بيشري قال حدثنا يزيد قال سيد قتادة قال رحمه الله بينتكم إنما مجاهد قال فقلنا هاتوا برهانكم قال حدتكم يعني سيدنا قتادة قال بينتكم وسيدنا مجاهد قال حدتكم بما كنتم تعبدون يعني بما كنتم بما كنتم بما كنتم تعبدون بما كنتم بما كنتم بما كنتم تعبدون يعني وضح بما كنتم بما كنتم تعبدون وضح إخواني كرام سيدنا مجاهد قال حجتكم بما كنتم تعبدون وقوله تعالى والله إخواني وقوله تعالى فعلموا أن الحق لله فعلموا أن الحق لله يعني فعلموا أن الحق أي يقول فعلموا حينئذ أن الحجة البالغة لله عليهم وأن الحق لله والصدق يعني خبره يعني وضح إخواني والصدق والصدق خبره وضح إخواني والصدق فعلموا أن الحق لله فعلموا أن الحق فقلنا هاتوا برهنكم هاتوا حجتكم بما كنتم تعبدون وتقولون يعني فقلنا هاتوا برهنكم هاتوا حجتكم بما كنتم تعبدون كما قال مجاهد فعلموا أن الحق لله يقول فعلموا يعني حينئذ فعلموا حينئذ فعلموا حينئذ أن الحدة البالغة لله عليهم وأن الحق لله والصدق خبره يعني والصدق فأيقنوا يعني إخواني فأيقنوا بعذاب من الله لهم دائم وظل عنهم ما كانوا يفترون وظل عنهم ما كانوا يفترون يقول وابمحل يعني مذهب الذين كانوا يشركون يعني مذهب الذين كانوا يشركون بالله في الدنيا وما كانوا يتخرصون يعني ويكذبون علي بهم فلم ينفعهم هناك بل ضرهم يعني وأصلاهم وأصلاهم نار جهنم وأصلاهم إخواني وأصلاهم نار وأصلاهم نار جهنم يبقى قول العتلاء ويومي ناديهم فيقولوا أين شركائي الذين كنتوا تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهنك فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون وظل عنهم ما كانوا يفترون ما كانوا يكذبون يعني يتخرصون يعني إن قارون كان من قوم موسى إن قارون يعني كان من قوم موسى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوذ ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الآية 76 إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوذ ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين يقول الإمام ابن جرير رضي الله عنه يقول تعالى ذكره إن قارون وهو قارون ابن يصهر ابن قارون ابن يصهر ابن قاهتة ابن لاوى ابن يعقوب كان من قوم موسى كان من قوم موسى يقول كان من عشيرة موسى ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه لأبيه وأمه وذلك أن قارون يعني هو قارون ابن يصهر ابن قاهتة وموسى هو موسى بن عمران ابن قاهتة كذا نسبه ابن جرير نسبه ابن جرير يعني واضح إخواني وابن جرير يقول إن قارون ابن جرير يقول إن قارون كان من قوم موسى قال ابن عمه ابن أخي أبيه فإن قارون ابن يصفر هكذا قال القاسم وإنما هو يصهر ابن قاهتة وموسى ابن عمرى ابن قاهتة وعمر بالعربية عمران عمر بالعربية عمران قال يعني وأما ابن أسحاق فإن ابن حميد حدثنا قال حدثنا سلمة عنه أن يصهر ابن قاهت تزوج سميتة بنت بتاويتة ابن بركنا واضح واني ابن يقشان ابن إبراهيم فولدت له عمران ابن يصهر وقارون ابن يصهر فنكح عمران بخنت بنت شم ويل ابن بركنا ابن ابن إسحاق ابن أخي قارون وقارون هو عمه أخ أبيه لأبيه ولأمه وأكثر يعني أهل العلم في ذلك على ما قاله ابن جريج على ما قاله إخواني الكرام على ما قاله ابن ابن جريج على ما قاله ابن ابن جريج واضح وكذلك قال جابر ابن نوح قال أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد عن إبراهيم في قوله إن قارون كان من قوم موسى قال ابن عم موسى يعني حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عن سماك ابن حرب قال حدثنا سعيد عن قتادة إن في قول الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى من قوم موسى يعني كنا نحدث أنه كان ابن عمه أخي أبيه وكان يسمى المنور من حسن صوته بالتوراة ولكن عدو الله نافق عدو الله نافق كما نافق السامري فأهلكه البغ وكذا يعني دايدا طغاه والمتجبرين ووضح والمنافقين النهاية فأهلكه البغ فأهلكه يا إخواني البغ ووضح وبرضو إبراهيم قال إن قارون كان من قوم موسى أي كان قال ابن عمه فبغ عليه قال فبغ عليه وكذلك قال برضو إبراهيم رواة أخرى كان قارون ابن عم موسى عليه الصلاة والسلام واضح واضح كل الكلام يدور حول إنه كان ابن عمه فبغ عليهم نقارون كان من قوم موسى غالب المفسرين أنه ابن عمه وقوله فبغ عليهم يقول فتجاوز حده في الكبر والتجبر عليهم هنا يا إخواني الكبر والتجبر خطر داهم على من على العبد إنه يخرج من الإسلام من الدين يعني يا إخواني النهاية تكون مفزعة وغير العقوبات لا يعني غير العقوبات يعني فبغ عليهم فبغ عليهم يعني تجاوز حده فبغ عليهم تجاوز حده يعني وفي الكبر والتجبر عليهم وكان بعضهم يقول كان بغيه عليهم زيادة شبر أخذها في طول ثيابه في طول ثيابه واضح فبغ عليهم إن قارون كان من قوم موسى فبغ عليهم وقوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة إذ القوة أمر يحتاج إلى الانتباه أيها الإخوة الكرام مسألة معادلات كونية قدرية نتائج حتمية لكل من بغى وتجبر وظلم ونافق وتعد وأساء أيها الإخوة الكرام لابد أن تكون النهاية كذا فهذه القصة ليست يعني للتسلية مجرد إنما هي للعبرة والاعتبار والتفكل والتأمر والتدبر والتبصر أيها الإخوة الكرام فقوله تعالى وآتيناه من الكنوز وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أذ القوة يعني يقول تعالى ذكره وآتينا من قارم كما يقول الإمام بن جرير الطبري وآتينا يعني يقول وآتيناه من الكنوز من هو آتيناه قارون كما يقول الإمام بن جرير الطبري وآتيناه من الكنوز يعني وآتينا قارون من كنوز الأموال ما إن مفاتيحه وهي جمع مفتح وهو الذي يعني يفتح به الأبواب يعني وقال بعضهم يعني عنا بالمفاتيح في هذا الموضع الخزائن لتثقل العصبة يعني لتثقل العصبة وبنحو الذي قلنا كما يقول إمام الطبري قال في ذلك قال أهل التأويل قال أهل التأويل ورحي إخواني قال أهل التأويل يعني ورحي إخواني قال أهل التأويل أما قوله تعالى يعني وأتينه من الكنوز ما إن مفاتيحه قال مفاتيحه مفاتيحه يعني تعالى ما إن مفاتيحه لتنؤب العصوات وللقوة يعني قال تجد نجد مكتوبا في الإنجيل مفاتيح مفاتيح قارون يعني وقر ستين بغلا حمل ستين بغلا غرا محجلة ما يديد كل مفاتيح منها على أصبوع يعني لكل مفتاح منها كنز وقال مجاهد قال كانت المفاتيح من جلود الإبلي الجلود الإبلي يعني واضح وقال مجاهد وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنؤ بالعصبة قال مفاتيح من جلود كمفاتيح 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 خزائنه خزائنه واضح إخواني واضح ما إن مفاتيحه سيدنا الضحاك إخواني قال أو سيدنا أبي صالح قال ما إن مفاتيحه يعني لتنؤ بالعصبة قال لقانت خزائنه تحمل على أربعين بغلا حدثنا ابن وكيح قال حدثنا أبي عن ابن حجير عن الضحاك قال الإمام الضحاك رضي يا إخواني الكرام واضح وسيدنا إسماعيل بن سالم قال عن أبي صالح قال لتنؤ بالعصبة أي قال أربعون رجلا يعني وسيدنا قتاد لتنؤ بالعصبة قال ذكر لنا أن العصبة ما بين العشرة إلى الأربعين يعني واضح وقال الضحاق يقول في قوله تعالى لتنؤ بالعصبة أول القوة يزعمون أن العصبة أربعون رجلا ينقلون مفاتحه من كثرة من كثرة إخواني من كثرة عددها من كثرة عددها واضح يا إخواني الكرام يعني وسيدنا بن عباس قال في قوله تعالى وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنؤ بالعصبة أول القوة قال أربعون رجلا يعني وقال آخرون ستون يعني وقال كانت نفاتحه تحمل على ستين بغلا يعني واضح على ستين بغلا واضح إخواني أولي القوة يعني يعني لتنؤ بالعصبة قال العصبة زي ما قلنا خمسة عشر رجلا نسأل أربعين ونسأل ستين وأربعين بغل وهكذا أولي القوة يعني أولي الشدة وقال مجاهد في ذلك ما حدثني محمد بن عمر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى قال عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أولي القوة قال خمسة عشر يعني وآتينهم وكيف قيل يعني فإن قال قائل وكيف قيل وآتينهم من الكنوز ما إن مفاتيح ولا تنؤ بالعصبة وكيف تنؤ المفاتيح بالعصبة يعني وإنما العصبة التي تنؤ بها قيل اختلف في ذلك أهل العلم بكلام العربي فقال بعض أهل البصرة يعني يعني يا كناية يعني كناية يعني ما إن العصبة ذو القوة لتنؤ بمفاتيح نعمه قال ويقال في الكلام إنها لتنؤ بها عجيز عجيزتها يعني وإنما هو تنؤ بعجيزتها كما ينؤ البعير بحمله بحمله قال والعرب قد تفعل مثل هذا هذا قال الشاعر ففديت بنفسه نفسي ومالي وما ألوك إلا ما أطيق والمعنى فديت بنفسي وبمالي نفسه وضع إخواني ما إن مفاتحه وهذا الموضع لا يكاد يبتدأ فيه إن وقد قال إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيق وقول لتنؤ بالعصبة إنما العصبة تنؤ بها يعني كما هو الحال يا إخواني الكرام لتنؤ بالأصوة القوى إذ قال له قومه إذ قال له قومه لا تفرح إذ قال له قومه يا إخواني إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إن الله إذ قال له قومه لا تفرح إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إن الله إخواني لا يحب إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين يقول إذا قال قومه لا تبغي ولا تبطر فرحا إن الله لا يحب من خلقه الأشرين البطرين يعني وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل قال أهل التأويل وما كما قال الإمام ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله لا يحب الفرحين قال المرحين قال المرحين وسيدنا مجاهد في قوله لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قال المتبدخين الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله الذين لا يشكرون الله الذين إخواني كرام لا يشكرون الله على ما أعطاهم على ما أعطاهم إخواني وسيدنا جابر بيقول سمعت مجاهدا يقول في هذه الآية إن الله لو يحب الفرحين قال الأشرين البطرين البذيخين يعني واضح البذيخين يعني وفي روال عن سيدنا مجاهد من خلال ابن العوام عن مجاهد في قبله لا تفرح إن الله لو يحب الفرحين يعني به البغي يعني به البغي وقال سيدنا مجاهد الثاني في روال عن الإمام ابن جريد طبري قال المتبذقين الأشرين الذين لا يشكرون الله فيما أعطاهم فيما أعطاهم واضح وهكذا إخواني إن الله يعني لا يحب الفرحين يعني إن الله لا يحب الفرحين لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قال الأشرين سيدنا مجاهد البطرين الذين لا يشكرون الله الذين يشكرون الله فيما أعطاهم يعني سيدنا مجاهد قال برضو كلام آخر قال هو مرح البغي هو إخواني إيه؟ هو مرح البغي هو مرح يعني البغي هو مرح البغي إخواني الكرام نسأل الله السلامة نسأل الله يعني السلامة اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألقي في قلوبهم الرعب وألقي عليهم رجزك وعذابك إله الحق اللهم منزل الكتاب ومجر السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم كل إخواننا المجاهدين المصطلعفين في غزة اللهم سجد رميهم وقو عزائمهم وثبت أخدامهم واربط على قلوبهم اللهم فرش قربهم اللهم فرش همهم ونفث قربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء اللهم اكسو عاريهم واطعم جائعهم اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم اللهم محق دماءهم اللهم اجند وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبين المعتدين الغاصبين شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا اللهم انهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض فأنزل بهم بأسك الذي لا يردوا عن القوم المجرمين أنزل عليهم صائقة من السماء اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم عبرة وآية ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين اللهم مندد إخواننا المجاهدين في فلسطين بمدد من عندك اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم اللهم اشفي مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل موتاهم في الشهداء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وقذاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته